طيب المونس عدلي أشار إلى أنه العام 2021 كان عام الانشاءات والطفرة الانشائية الكبيرة في النادي الاهلي شفنا تطوير الأسوار شفنا افتتاحات كبيرة كانت آخرها مجمع الصلاة في الشيخ زايد لكن النهاردة تحديدا المجلس الإدارة بيواصل عملية البناء والتعمير واستكمال البناء التحتية في مقارات النادي المختلفة كابتن محمود الخطيب كان حريص نهاردة على جولتين لتفقد منشآت النادي في مدينة نصر وفي الشيخ زايد الحقيقة يمكن الكابتن الخطيب في الفترة بتاعت الدعاية الانتخابية قال أنه الموسم الدورة دي هي دورة الشيخ زايد في التأكيد على أنه فيه طفرة إنشائية متواصلة لمرافق فرع نادي في الشيخ زايد أنا فهمت حاجة أعمق ربما نشت بداية إنشاء الأستاذ طيب ده جولة يوم الحد كان الكابتن الخطيب في مدينة نصر النهاردة كان في الشيخ زايد الجولة دي اللي رفقوا فيها المهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي لمجلس الإدارة واللي هو خالد عبد الرحمن مدير فرع الشيخ زايد واللي هو يحيى أبازة مدير الأمن في فرع الشيخ زايد هتلاقي يوم بيتابعوا إجراءات ما تم على أرض الواقع والمهندس سامح بيشرح كل الإجراءات اللي بتجري حاليا الكابتن خطيب حرص على التفاقد المنطقة الخاصة بإنشاء المسجد الجديد اللي حيتم بنائه على مساحة كبيرة بعد ما خلص النادي إجراءات الترخيص اللازمة بيه على أن يتم البناء في عمليات التنفيذ خلال أسبوعين البدء في التنفيذ خلال أسبوعين والمهندس سامح علي كامل زي ما أنتم شايفين بيشرح لكابتن خطيب أن العملية الإنشاية في الشيخ زايد ماشية بشكل سريع وبوطيرة متميزة تم افتتاح مجمع الصلاة الجديدة من أيام قليلة عمل مبهر يا أستاذ إبراهيم لما تزوره عمل مبهر مجمع الصلاة صحيح أكد كمان المهندس سامح علي كامل أن جميع المنشآت من أسوار ومباني بتتميز بهوية النادي الأهلي وتم بنائها بتوجيات من الكابتن محمود الخطيب ومجلس الإدارة وبيأكد المستشار الهندسي للنادي أن فرع الشيخ زايد على وجه الخصوص بيحظى باهتمام كبير وفقا للبرنامج الإنشائي اللي أعلن مسبقا الشيخ زايد لماذا؟ لأن الشيخ زايد عندك أكبر مساحة من الأرض في هذا الموقع المتميز اللي حدوده الطريق الصحراوي وعمقه مدينة الشيخ زايد ف135 فدان لما تعرف أنك اشتغلت على تلت المساحة فقط حوالي حاجة واربعين فدان يعني تقترب من الخمسين فدان هذا معناه أن ما تحقق تلت المستهدف بس التلت الاختصادي الرياضي الحلم في التلت المتبقي في التلتين المتبقيين ولذلك عندما ينتهي العمل في هذا الصرح العظيم لا حيكون نطرة كبيرة جدا للأهل والرياضة المصرية فعندما يقول أن مجلس الإدارة يرى أن العام القادم عام الشيخ زايد الأرض الأهلي في الشيخ زايد هو بيدينا طاقة للتفاؤل أن نحن نشوف وهوية النادي الأهلي هذا مدينة نصر فقا شوفت الخطيب كان في جولة في مدينة نصر يوم الحد شوفوا بقى المنشآت الحديثة الحياة مدينة نصر رحف لا رحف حدة تانية سبع نجوم سبع نجوم الحقيقة يعني والناس يقول لك الجراش ده الباركينج اللي يتعامل جول نادي الأهلي ده ده ما عندكش فكرة استراتيجيا يعمل إيه يعمل إيه في المنطقة كلها أي ويعني يريح العضاق بشكل وسكان المنطقة ويساهم في تنمية المنطقة وسيولة المرورية وكل حاجة المنطقة هناك بقت بديعة لما تشوف الدول عملت محاور وطور وأنفاء مع الباركينج احتوال النادي الأهلي من جوه لقى المنطقة دي رحت في حتة تانية خلص ده تفقد منشآت الأهلي في مدينة نصر الحياة اللي بتتكامل مرة بعد التانية عشان تضيف للبنية التحتية انت حد نتكلم في نادي يا جماعة بصوا بيبني في كل الاتجاهات ولو بيبنالكوا لقطات من فرعة التجمع هتلاقيه خلاص في الفينيشنج تقريبا بيجهز للافتتاح خلال الأيام القليلة القادمة أو بضعة شهور يمكن ويكون جاهز مع مستهل العام الجديد يعني مئة خمسة وثلاثين فدان في الشيخ زايد وحوالي حاجة وخمسين فدان في مدينة نصر وحوالي حاجة وخمسين فدان في التجمع غير 18 فدان اللي هي المساحة الأصغر لأنها مخنوقة في كتلة سكانية ومقفوصة البلد اللي هو الجزيرة حوالي مشروعات على 250 فدان تقريبا يقوم النادي الأهلي بتعميرهم في مناطق مبعثرة في أحياء الأهلي بما يشكل يعني خدمة لا مركزية للمجتمع المصري وتنمية لا مركزية للأحياء اللي بتواجد فيها هذه الفروع فعندما ينفق الأهلي مئات الملايين الناس لازم تبقى فهمة نادي الأهلي مش بيجيب لأحيبة كرة بالفلوس دي ولكنه بينمي ولا يقصر مع الكرة ولا الألعاب الرياضية مسألة صعبة مش سألة لا يقوم بها إلا الأهلي وتحتاج نوع من التعاون زي ما قلنا قبل كده أنت بتعمل ذلك في كل الفروع أيوة في كل الألعاب في كل الفروع في كل الألعاب بكل الإنشاءات يعني تعرف السكان اللي عاديين في التجمع مستنين في افتتاح النادي الأهلي وكانه الحدث الأبرز في تاريخ القاهرة الجديدة حيعمل ايه في المنطقة دي والناس كلها عادي تجري تسكن حوالين النادي الأهلي ولا يفصلها عن العاصمة الإدارية الجديدة غير ثلاث دقائق ثلاث دقائق نفس الطريق ونفس المحور كمّل كده تبقى في العاصمة الإدارية الجديدة إذن أنت محاط وتكمل يعني ما يحدث على أرض الواقع من دعم وإنشاءات تهم سكان مصر بشكل عام والأهلوية بشكل خاص وأنا أزعم بإذن الله مع افتتاح هذه المقار بكامل هيئتها الناس هتحس بقى بتأثير النادي الأهلي في مجتمع ترجمة نانسي قنقر